كما هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبته حلول عيد الفطر المبارك وفي برقية بهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسماءات التهاني للرئيس السيسي مجددا العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات كما بعثمت بولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك